تعتبر صناعة الصدف من صناعات التراث المشهورة والمعروفة منذ ألاف السنين حيث برع فنانون بها في صناعة الصدف بطريقة اذهلت العديد من المهتمين بهذه المهنة وخصوصا في سوريا رح نضيء أكثر على مهنة الصدف وبساعدنا نرحب بشيخ الكار محمد الكوجوك وبابنك سمير الكوجوك أهلا وسهلا ورمضان كريم رمضان كريم عليكم وعلى الأمة العربية إن شاء الله أهلا وسهلا فيك خلينا نبلش من حضرتك أبو نحكي أين تبلشتوا هذه الصناعة الخزاف والصدف والهند ميد يعني أكيد ورتانة عن جددك خلينا أكيد هذه الرواية بتقولها لأبنك لحتهو اليوم ما عميشاركك الحوار والعمل أيضا هلا كان جدي عنده ورشة كنت فوت لعنده وقنت أنا بالمدرسة طريبا كانت ردينا أشتغلنا قطعتها وبلشنا بهذا الشغل صرت كل مدرسة بقى يعني هي أكتر ما أحب أنا أشتغل فيها هي معشوقي يعني أنا بحب هذا التراس كتير خلينا نحكي أكتر يعني بيشوف مهنة الصدف هي متداخلة مع مهنة تانية إذا بنا نقول مع شو المجالات اللي ممكن إحنا نستخدها وشو المهنة التانية اللي هي بتكملها أو بتزيدها حلا لهي المهنة هلا إحنا بالحاضنة الدمر المركزية سوينا إبداعات جديدة ضفنا على النحاز ضفنا الصدف ضفنا على الجلد كمان الشنات الجلد كمان نزلناها الصدف على العوات كمان نزلناها صدف تماما أمان لشت تعطي هيدا السر وهي المهنة لأبنك السر هذا ابني بيحبه كمان كمان هاي المصلحة من كمان يمكن صف الخامس يمكن رح يخليه ويحكي لنا بس انتهكي منك كمان من صف الخامس كان كمان بديتعلمه كمان صار يتفرج بديتعلم كلما يخلص من الدراسة بلاطلة الصيفية يفوت ويشتغل وصار الحمد لله يعني مبدع يعني هذا الشغل اللي شايفينه قدامه ممكن أنتوا هذا شغله عن زي؟ اي طبعا يعني كيف كيف هيك شو شي جذبك بهالمهنة كيف حبت وشو بلشت أول شي اشتغلت أول شي كتعم الدراس أبي عند دور شي فوتل عند الشغيلة ما يخلوني أبي نباح عليهم اللوم لتخليه يدراس فترة فترة صرت صرت اتعلم عليها وتعلمت الحمد لله شو أول شي عملته هاي ايا هيا هاي 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 ايا قداش أخذت معك وقت حكيينا صلحت فيها شي جمعة كيف اشتغلت كيف شو يعني اديك كانوا عم يساعدوك هاي يمكن بدي كتير فن و بدي تركيز و بدي يكون صبيعك مدربين يعني أول شي رسمت بعدين رسمت شو رسمت الزغرفة 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 رمت بعدين دقات وطعمت بالفضة طعمت بالفضة وحفرت ونزلت الصدف طعمت الصدف وقال فضة تتذكر سامير أول أطعش تغلت كيف كانت حلبة محارة آه حلبة محارة كيف وقت شفت أول مرة حسيت أنه بدي يشتغل بدي يكون عنده مهارات معينة بيكون عنده إبداع ولا كان في هيك لا طبعا بدي يكون واحد عنده إبداع كتير هلا اليوم الطفل بدي تعلم هيك شغلة أي شغلة بدي تعلم الطفل يكون بدي يكون عنده حاببة الشغلة اللي بدي يشتغل فيها يعني اليوم مضروري الواحد يكون مثلاً أنه شيخ قرأباً عن جداً عن كزلا مو هذا الشيخ لا فيه اليوم الإبداع هو اللي بيحكي عن حاله هناك مراحل هلا أنا مساوي أطعا قريبة لهذا الشغل هلا هذا الشغل ما حدا بيشتغله هذا المنفخ هذا السندوء اللي قدام منيك هذا منفخ اسمه هذا بيجي سادة لحنا من نفخه منطلع منه هاي الزنابئ بعدين من نزلي هلا شاغلين فيه لحنا الفاطمة والأيوبي والمشجار كيف يعني يعني مساوي فيه أنا هذا كزا مصلحة خلينا هيك نشوفه طبعا هذا السندوء وانت رح تقلنا تشرح لنا هلا هو بيجي مد بيجي مد كل عياته لحنا من نفخه بالأزميل هاي اللي شايفتي هاي العروق اللي طالعه هاي يعني هاي هذا اللي نافر هاي العروق هاي اللي احنا من نفره ومنطلع كل قطعة لحالها يعني كل شي هذا المعشق هذا دخلنا فيه معشق ما كان فيه من الأساس الصدف يعني؟ طبعا كله صدفات طبيعي طيب وشي التالث وشي التالث هوا الأيوبي شي savory هذا العداير من فوق هاي 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 وإيوبي ومعشق. تمام. خلينا هيك يشوفوا من جوة. من جوة بروكار. هذا الشغل. طبعاً. كمان بروكار. وتقيل ما عم بقدر أحمله. الله عالتقاني. خشب جوز هذا طبيعي. شغل عنا البلد. لأنا شغل قطعة سأولي فيها جائزة إبداع بالحضنة محطوطة. وسأولي فيها سك ملكية. سك ملكية أنه اليوم يعني أنا بما أني أنا عم بشتغل بهالشغلة. بدنا نخلص من شغلة التجار هاي اللي عم نداركها يعني. اليوم بيجي التاجر أنا لو افترض افتراضيا مكلفتني هاي مبلغ. بده يسرق مني سرقة. لحنا ليش حتى ما نصير لحنا 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 التجار. لحنا لنبي قطعتنا. طبعاً. لحنا نوصل لزبون دغري. لحنا هلا هيك عم نساوي. ساويت كرة مجسمة كاتب عليها بيوت شهر عن دمشق. وكاتب عليها كمان بيوت شهر لأنه زار أباني. ومنزلها من الدهب والفضة. قطعة كمان منفخها وجامع فيها. جميع المشاغل. من الفاطمة والأيوبي والعربي والخيط العربي. ومنزل فيها دهب طبيعي. عيار 24. نعم. يعني شغل عن جد كتير حلو. يعني عم تذكر نقطة كنت أنه أنتوا يكون لكم حدا يحميكم. يحمي المنتجاتكم. وخاصة بهذا الوقت يلي نحن عم نشوف الصناعة يعني صار في آلات كتير تقلد. طبعا. صار في أي أطعام كنتوا شغلين عليها يمكن سنين لحتى طلعت هاي الأطعام. يمكن ما كان بتشلها بأسبوع. مزبوط خلاصة. يعني أكيد فيه فرق بين الشي الصناعي وشي اليدوي. طبعا. خلينا نحكي عنه الفرق كيف فيه يؤفرى الزبون. هلأ. كيف بيعرفه أكتار يعني عم نشوف كتير سماضيات صاروا بسقوة بأسعار يمكن رخيصة كتير. عم يجزبو العالم لأنه أرخاص. مزبوط. هلأ. أكتار فيه موضوع الليزر. موضوع الليزر اليوم تبقوا لصق. يعني هلأ أنت أنا يعني بقلك إليك للمشاهدين أي حدا بده يعرف أنه القطعة مو نسخوا لصق مو ليزر أو هذا الشي بيتطلع على الصدفة. ولا صدفة بتجي إختة تانية قد ما كان معلم وقد ما كان محترف في الدأ ما بتجي القطعة نفسي التانية مستحيل. أبدا. هلأ أنا القطعة اللي شاغلها قتلت معي سنة وثلتة شهور. هلأ ما تكون في إلها مثلا شي مكنة تشتغلها ما بتعود شهر. أما سنة وثلتة شهور أنا عم بشتغل فيها. وخشبتها يعني شغلة يعني هو الخشب أكل معي شي ثلتة شهور. والخشب لازم يكون ناشف طبعا عمره عشر سنين أقل الشي. طيب خلينا نحكي هلمهنة بتم التحديثة عليها. يعني دائما مهن تراثية وأصيلة بتكون ولكن كل فترة الموضوع يعني أكتر. بيكون في تحديثات أو شي بيتدخل عليها عمر يكون في هيك شي بالحاضنة. طبعا طبعا عملنا مثل مشاعفي هلا أنت هون كانت هيع البت المحارم ما كان فيها مثلا بلكسي كانت كلها خشب نساوية. حلاء صرنا ندخل المدير فيها. هاي 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 المبخرة. هاي علبة البخور هاي اللي كامشتيا حضرتك. وهي المبخدان منك بتفتحيها بيحط بقلب منها بخور وبيحط بقلب منها كمان فحمة هاي تمام هادول شو جزادين هادول جزادين لسا مو منتهين بس جبتهم مشان يشوفون على الخشب هاد الخشب هادون سنسلسة لسا بدون سنسل وبدون طشت برداغ لسا لسا لام لما معين ولا مشغولي اللون بيكون هو هيك وبعدين انت بتدهنون طبعا لحنا بنساوي هيك على لون الجوز طبعا كمان عنا هون دمشق الياسمين طبعا دمشق الياسمين خلينا نشوفها شفتها بنفتح الصندوق بيطلع العلم السوري ايضا لمطعم بيء الصدف صدف طبعا يعني الصدف هو فيه جميع الالوان بيكون طبعا هلا فيه الأغدر أو انتو بتلونون لا فيه الأغدر طبيعي هلا فيه عنا أغدر وفيه عنا أسود وفيه عنا زهر وفيه أبيض وأصفر نحن بالحالة عادية منعرف هاي قطعة كتير ثمينة وكتير غالية هلا بالأوضاع كمان يعني الساة أكتر صارت الساة والله أكتر صار يعني صار عنا كتير لأنه المواد الأولية اللي احنا عنا هاي اللي غليت يعني كان كيلو الصدف مثلا من 10-12 سنة كان حقو 1200 ليرة اليوم حقو 60 ألف يعني أي أطعال يوم صارت عشر أدبال طبعا أكتر بكتير أكتر بكتير وإحنا معصفين يعني مرابح متل الأول خفت المرابح نعم فيه دولة عربية كمان بتشتهر بهاي الحرفة غير لا ما فيه بس سوريا سوريا هلا فيه بمصر بيشتغلوا بلو تلزيق كله تلزيق أما هاد الحفر ما حدا اشتغلوه وبمصر وعفوا أنا فلسطين كمان اشتغلوه كمان كله تلزيق فوق خلينا روح لعند سمير سمير يعني لما تشوف هيك منتجات عما يحبوها العالم أنت مثلا كجيل جديد كيف بتسوك بتنصحوا مثلا لأبوك ينزل صور خاصة على الفيسبوك مثلا إذا مشاركين بشي بازار أو بشي معراض بتصير هيك أنت بتدخل روح الشباب روح جيلك مع جيل أبوك هكي بتعمله ميكس حلو كيف شو بتعمل سيب تصوك تدعم بالصور مثلا أنت نعم أحكينا واجبت رفعاتك جيبت رفعاتي على الورشة خليتهم ضلوا معي شي ساعتين ثلاثة قلت لون هاي شلون وشلون وقت كتعب ساوي هاي تعلموا مني يعني شي خفيف سمير قديش عمرك هلام سبتعاش قدي سر لك عمرك هلام شي ثلاثة سنين سر لك ثلاثة سنين يعني يعتبر مانو كتير بكتير بكير ايه وقت مناسب ايه طبعا وقت مناسب يعني لحنا هاي المهنة حرام انه تموت هات تراس البلد يعني هايك هذا الشغل شي بيحيو بيفوض اقتصاد على البلد يعني ولا دولة بالعالم تشتغل هاد الشي وفيها مرد كتير منيه يعني يعني انا بسجع اي حدا عنده طفل اللي احنا مساويين بالحاضنة اكاديمية للتعليم وتدريب اي مصلحة موجودة تراسية يعني انا اللي عندي الشغلة المهمة انه هاي المصلحة ما تندسير يعني هلاليوم في عالم بيقولك ابني ما حب المصلحة ما بيصير ما يحبها لازم انت تقنعه فيها يعني هاي المصلحة حرام بس كمان موضوع بده شغف بالموضوع اي طبعا هادا شي اكيد اذا مسلا سامير لو ما نحاب بالموضوع ما كنتيمكن نقدر تعلم اي طبعا بس هو سبحان الله هي الروح هي اللي بتعطي جمال قطع يعني هو من روحه عم يساوي قطعه اليوم عم تطلع شغلة كتير حلوة طبع يعني احنا اليوم مبسطنا بوجودكن معنا ومبسطنا به الشغلة الحلو ان شاء الله هيك موفقين يا ربو بتضل عايشة هي المهنة وبتوارثوا عنكم اكيد الاجيال القادمة شكرا كتير لكم رمضان كريم اهلا وسهلا فيكم رمضان كريم علينا وعليكم علينا وعليكم يا رب شكرا كتير اهلا وسهلا فيكم